بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين عزيزي التلميذ نبقى اليوم دائما مع كراسة فضاء النشاط العلمي للسنة الرابعة من التعليم الإعدادي إذن هذا هو فهرس هذه الكراسة من الجميل أن نتعرف على الدروس التي سوف نراها من خلال هذه الكراسة إذن في البداية كما رأيتم لدينا تقديم هذه الكراسة رأيناها في الدرس السابق ثم لدينا الفهرس وهو هذا الذي نطلع عليه الآن كذلك لدينا كيف استعمل كراستي وهذه فقرة مهمة ومفيدة بالنسبة للتلميذ لأنه سوف يعرف كيف يستعمل كراسته ويعرف الفقرات التي يعنا بها من أجل الدرس ومن أجل المكتسبات ومن أجل الأسئلة وما إلى ذلك إذن كيف يستعمل كراساتي تبقى فقرة مهمة سوف أخصص لها أيضا حلقة خاصة كذلك أتذكر خطوات نهج التقصي إذن هناك مجموعة من الخطوات لنهج التقصي سوف نراها أيضا مع كيف استعمل كراستي كذلك لدينا توزيع البرنامج إذن هذه أهداء الفارس توزيعه من خلال السنة الدراسية التي هي عبر دورتين سوف نرى توزيع هذا البرنامج كذلك في الأخير لدينا تقويم المكتسبات ودعم المكتسبات التي سوف نراها في حلقة خاصة أيضا إذن الفارس لدينا وحدتان إذن هناك مجموعة من الوحدات ليست وحدتان فقط هناك ستة وحدات إذن عليكم الانتباه هناك لديكم ستة وحدات من خلال هذه الكراسة كراسة النشاط العلمي هناك ستة وحدات في كل وحدة هناك أربعة دروس في كل وحدة هناك أربعة دروس إذن الوحدة الأولى صحة الإنسان عنوانها عنوان هذه الوحدة الأولى صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة إذن هذه الوحدة هي مرتبطة بصحة الإنسان يعني مرتبطة بعلوم الحياة مرتبطة بعلوم الحياة إذن الدرس الأول من هذه الوحدة سوف نتعرف الدرس الأول نتعرف فيه على مرض كوفيد 19 وكما تعلمون هذا المرض فتك بالألف ولازم نعاني منه حتى الآن مع تطوراته إذن هذه الحصة الأولى سوف نتعرف فيها على مرض كوفيد 19 لدينا أيضا الحصة التانية الحصة التانية طرق انتقال فيروس كورونا المستجد طرق انتقال فيروس كورونا المستجد إذن من خلال هذه الحصة الحصة التانية من الدرس الأول إذن كل درس فيه حصتان حصة الأولى سوف نتعرف على مرض كوفيد والحصة التانية سوف نتعرف على طرق انتقال فيروس كورونا المستجد الذي هو كوفيد 19 إذن من خلال تعرف على طرق الانتقال سوف تفيدنا هذه الأمور لكي نتجنب أن ينتقل إلينا هذا الفيروس الفيروس الممرض ويعني القاتل في بعض الحالات لقدر الله إذن هذا الدرس الأول الدرس الثاني الحصة واحد درس الثاني أيضا حصتان الحصة واحد أحمي نفسي ومن حولي من كوفيد 19 إذن كيف أحمي نفسي ومن حولي إذن من خلال هذه الحصة كذلك الحصة اثنان أحافظ على صحتي حصة جورج أحافظ على صحتي لدينا أيضا الدرس ثلاثة وفيه حصتان الحصة الأولى لإنسان والبيئة الحصة الثانية ثلوة البيئة إذن سوف نتعرف من خلال الدرس الثالث على البيئة والإنسان وسوف نتعرف أيضا على مظاهر تلووت البيئة الدرس الرابع لدينا حصة أيضا أحافظ على بيئتي إذن كيف نحافظ على البيئة ثم الحصة جورج التكنولوجيا أصنع كمامة لأحمي نفسي ومن حولي إذن هنا في الحصة الثانية من الدرس الرابع سوف نتعلم كيف نتمكن من صناعة كمامة لكي نحمي أنفسنا ونحمي من حولنا إذن دائما بعد نهاية كل وحدة إذن نهاية الوحدة الأولى صحة الإنسان والتفاعل مع البيئة سوف نتطرق إلى تقويم التعلمات نقوم هذه التعلمات ثم ندعم هذه التعلمات وننميها هذه الدرس الأربعة سوف هناك فقرة خاصة بدعم التعلمات وتنميتها إذن هذا بالنسبة للوحدة الأولى ثم بعد ذلك لدينا الوحدة الثانية الوحدة الثانية وعنوانها تصنيف المادة وخصائصها مشاهد الانطلاق إذن تصنيف المادة وخصائصها هذا هو عنوان هذه الوحدة وهذا يعني أن هذه الوحدة تنتمي إلى مادة الفيزياء أو الكيمياء إذن تصنيف المادة وخصائصها لدينا في الصفحة 25 مشاهد الانطلاق ثم لدينا كذلك أربعة دروس في هذه الوحدة الدرس الأول الحصة الأولى أصف حالة المادة الحصة الثانية أصف المواد إذن أصف المواد أما الدرس الثاني الحصة واحد أصف تغيرات المادة ثم الحصة جوش التكنولوجيا أصنع شموعا بألوان مختلفة إذن في هذه الحصة سوف نقوم بصناعة شموع بألوان مختلفة إذن هذا بالنسبة للدرس الثاني الدرس الثالث ها هو الدرس الثالث إذن الدرس الثالث أذيب بعض المواد الدرس الثالث الحصة الأولى أذيب بعض المواد الحصة الثانية تغيرات أخرى للمادة ثم لدينا الحصة الرابعة عفوا الدرس الرابع الحصة الأولى الضوء والألوان إذن سوف نتعرف على الضوء والألوان الحصة جوش ألوان الأجسام إذن ألوان الأجسام ثم كذلك في آخر هذه الوحدة الثانية لدينا أقوم تعلمات وأدعم تعلمات وأنميها لكي ننطلق بعد ذلك إلى الوحدة الثالثة الوحدة الثالثة خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلها مع البيئة إذن هذا هو عنوان الوحدة الثالثة خصائص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلها مع البيئة وهذا يعني أن هذه الوحدة هي تنتمي إلى مادة علوم الحياة إذن لدينا مشاهد الانطلاق ثم لدينا الدرس الأول الحصة الأولى احتياجات الكائنات الحية ثم الحصة الثانية مجموعات الكائنات الحية ثم لدينا الدرس الثاني الحصة الأولى الحيوانات وبيئاتها الحصة الثانية سلوك الحيوان من أجل البقاء ثم لدينا الدرس الثالث الحصة الأولى السلسلة الغذائية ثم لدينا الحصة الثانية التكنولوجيا أصنع مشاهدا لبيئة بحرية إذن أصنع مشهدا لبيئة بحرية هذا سوف نتعرف على كيفية صناعة مشهد لبيئة بحرية انتلاقا من الحصة الثانية ثم لدينا الحصة الرابعة وهي الحصة الأخيرة في الوحدة الثالثة الدرس الرابع والحصة الأولى وضائف أجزاء النبات النبتة وضائف أجزاء النبتة ثم الحصة الثانية النباتات في بيئتها ثم كذلك في آخر هذه الوحدة الثالثة أقوم تعلماتي وأدعم تعلماتي وأنميها إذن ومن خلال هذا الوحدة الثالثة عندما ننتهي من خلال الدرس الرابع للوحدة الثالثة نكون قد انتهينا من دروس الدورة الأولى ثم ننتقل إلى الدورة الثانية ولكن قبل ذلك سوف نتعرف على مجموعة من الفقرات مثل صار بإمكاني أي هنا سوف نحدد الإمكانيات التي صارت لدينا من خلال هذه التعلمات كذلك عناصر الإجابة يعني عناصر الإجابة في أقوم تعلماتي يعني إذا لم تتمكن من إجابة على السؤال من الأسئلة سوف تجدونه في عناصر الإجابة ثم أغني معارفي أيضا أغني معارفي ثم ننتهي من الدورة الأولى بعد ذلك ننتقل إلى الدورة الثانية إلى الدورة الثانية في الدورة الثانية سوف ننطلق من الدورة الثانية مع الوحدة الرابعة أشكال وطرق نقل الطاقة القوى إذن هذا معناه وهذه الوحدة هي تنتمي لمادة الفيزياء الدرس الأول الحصة الأولى كيف تنتقل الطاقة الحرارية الحصة الثانية أميز بين درجات حرارة الجسم الحصة الدرس الثاني الحصة الأولى أركب ضارة كهربائية بسيطة الحصة الثانية الأجهزة الكهربائية البسيطة الدرس الثالث الحصة الأولى المواد الموصلة والمواد العازلة الحصة الثانية التكنولوجيا أصنع صيارة لعبة تتحرك بفعل الطاقة الدرس الرابع الحصة الأولى أحرك أجساما الحصة الثانية أغير مكان الأجسام ثم لدينا أقوم تعلماتي وأدعم تعلماتي وأنميها دائما بعد كل وحدة هذا مع نهاية الوحدة الرابعة ثم ننتقل إلى الوحدة الخامسة دورات الحياة والتوالد والوراة عند الكائنات الحية إذن هذه الوحدة تنتمي لعلوم الحياة الدرس الأول الحصة الأولى الحيوانات تتوالد مع مثيلاتها الحصة الثانية ما الذي ترثه الحيوانات من آبائها الدرس الثاني الحصة الأولى الحيوانات تحافظ على نوعها الحصة الثانية التكنولوجيا كيف أصنع حاضنة بيت إذن في هذه الحصة سوف نتعلم كيفية صناعة حاضنة بيت ثم ننتقل إلى الدرس الثالث الحصة الأولى الخصائص الموروثة من النباتات الحصة الثانية الخصائص غير الموروثة من النباتات الدرس الرابع الحصة الأولى استراتيجية البقاء عند النبات الحصة الثانية تكنولوجيا أصنع مزرعة مصغرة إذن أيضا هذه الحصة الثانية سوف نتمكن من اكتشاف كيفية صنع مزرعة وفي آخر هذه الوحدة الخامسة أقوم تعلمتي وأدعم تعلمتي وأنميها كما العادة كذلك لدينا هنا الوحدة السادسة وهي الوحدة الأخيرة في برنامج هذه السنة السنة الرابعة من التعليم الابتدائي إذن عنوان هذه الوحدة السادسة الخصائص الطبيعية للأرض ومواردها كوكب الأرض في النظام الشمسي تقس ومناخه وكوكب الأرض مشاهد الانطلاق إذن هذه الوحدة هي تنتمي لعلوم الأرض تنتمي لعلوم الأرض ولدينا فيها أربعة حصة أربعة دروس تماني حصة لكل درس حصة إذن تماني حصة إذن الدرس الأول الحصة الأولى موارد الأرض الحصة الثانية الأرض تتغير الدرس الثاني الحصة الأولى القمر من حولنا الحصة الثانية تكنولوجيا أصنع مجسما لدوران القمر حول الأرض ثم لدينا الدرس الثالث الحصة الليل والنهار الحصة جوش الضل يتغير ثم الدرس الرابع الحصة الأولى التقس يتغير ثم الحصة الثانية الفصول تتغير وفي الأخير طبعا أقوم تعلماتي وأدعم تعلماتي وأنمها كما في كل وحدة إذن في نهاية هذا البرنامج الدراسي لهذه الكراسة إذن لدينا فقرة صار بإمكاني سوف نرى ماذا صار بإمكاننا أن نقوم به ثم عناصر الإجابة لفقرة أقوم تعلماتي ثم كذلك أغني معارفي ومعجم ثنائي اللغة لدينا معجم ثراء اللغة للمصطلحات الواردة في هذه الكراسة ثم لدينا الكشاف في الأخير لدينا الكشاف إذن كان هذا هو فهرس الدروس يعني فهرس الدروس المتنوعة التي سوف نراها من خلال برنامج السنة الرابعة يعني من خلال برنامج النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائي إذن أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في تعلماتكم وأدروا لكم معيداً مع الحصة المقبلة دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر